إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام عليكم أخوات الكائمات مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم يعني واحد الوصفة اللي هي جميلة جميلة جدا ومجاعدة نطرف بزاف ديو الناس اللي نصحوني بها هاد الوصفة هادي عادين ندخلوا مباشرة في طريقة للإستعمال بلا ما نطول عليكم حبيباتي اليوم عادين نشوفوا هاد الوصفة هادي اللي هي لمحاربة الصلاة يعني اللي عندها الصلاة في الشعارة ديالها فاصها يعني فهي سبحان الله فهي معجزة هاد المكون هاد فهي معجزة وتطول الشعارة كذلك وتتنبتو نبدو على بركة الله آآ غادي ناخدو واحد الكسرولة يعني كسرول حالوكا ونوضعو فيها ملعقة آآ ملعقة ديال القصبة يعني هكذا سنوضعو قصبة حبوب مطحون يعني آآ قتلكم مطحون ماشي ماشي حبوب يعني هذا هو حبوب وهذا بعد ما تحنسو هكذا وسنناخدو ملعقة من هاد اللي اللي مطحون سنوضعوها في هاد الكسرولة هادي من بيد يعني تنزيدو عليه ملعقة ديال الزعتان هذا وخا ما تحنش ماشي مشكل بغيتي تحنيه تحنيه يعني فهو أفضل يعني فإلا بقاهكم ماشي مشكل يعني سيعطيته هو الفائدة ديال تنزيدو ملعقة على هاد المكون هادا ثم آآ يعني خمس حبات من القونفل يعني القونفل إلا ما بغيتي تزيده ماشي مشكل ماشي مهم يعني المهم هو آآ يعني القصبة مطحون خمس حبات يعني خمس حبات تنزيدوها على هاد المكون هادا هكذا ثم غالي يعني تنزيدو عليه الماء تنزيدو عليه يعني الماء على هاد المواد هادو وتنغليو يعني على ناء مهيلة وتنغطيو هاد المواد يعني فالشي يغليو تنغطيو باش ما يمشيش مع البخاء ديال الماء آآ هدي بالنسبة للوصفة آآ الأولى أما بالنسبة للوصفة الثانية فاي تنضيو ملعقة من القصبة في قنينة قلنا الوصفة الثانية تنوضع ملعقة ديال القصبة من طحون فالقنينة هادي وتنزيدو عليه زيت نباتية زيت نباتية ولا زيت يعني ديال زيت زيتول إلا متوفها عندك أنا زيت نباتية يعني نصر لديك شيل اللي بريتي علاقة ديال الزيت وتنزيدها حبات ديال القرنفل دلتانة هادي يعني قلت لكم هادي فاي اختياعية إلا بتزيدها تزيدها ما بويتش ما تزيدهاش يعني تنزيدوها لهاد الخالق بعدما زيتها هاد 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 يعني هاد القرنفل حبات ديال القرنفل تنوضعها يعني في كاسرولا فيها ما يعني اه هادي يعني اه هادي أريد خويات كاسرولا هادي ونوضعوه يعني الماء يعني في هاد كاسرولا بحال ما هكتها يعني تزيد شوية الماء وتنغلقوا هاد القنينة هادي تنغلقوا هاد القنينة هادي يعني تطبخ يعني فوق النار على ناء مهيلة لمدة عشاء دقائق تنوضعها لعشاء دقائق يعني فاش تطبخ لنا تنوضعها تنحطها وتنخليوها يعني تتكون يعني هاد القنين هاد تتبادلنا هاد القنين يعني ما نحيدوهاش من الماء قبل ما يبادلنا هاد الماء هذا بعدما يعني تنحيدوها بعدما طبخ لنا هاد القنين هاد وضعناها فوق ديال الالمونيوم وتنوضعوها في واحد المكان ليهو مظلم لمدة عشرة أيام عشرة أيام يعني وتنخليوها عشرة أيام عادة تتكون يعني صالحة للاستعمال عفوا أما الوصفة الأولى فاشت تطبخ يعني هاد الكاسة أولا اللي قطت لكم قبلها فيها معلقة ديال القصبة مع مع القونفل ومعلقة ديال زعطى يعني فاشت تطبخ لنا يعني تنصفي هذا الماء تنصفي الماء وتنوضعوه كذلك في واحد القنينة وتنوضعوه بحال هذا السبري هذا المهكة يعني السبري كذلك تستعمله على منطقة الشعاء وتنوضعوه على الشعاء بدون غسله يعني بلا ما نغسله يعني هذه المواد فهي يعني مزيانة وفيها واحدة قائحة اللي هي طيبة اما الزيت فش تكون صالحة للاستعمال فهي تنسي عملوها فش نبغيو نغسله الشعاء دينا فش نبغيو نغسله يعني ما تتسعمليهاش قبل ما تبغي تغسله يعني فهديك الزيت يعني هي اللي تتسبب لنا في تساقط الشعاء يعني لا تتزيدي زيت على الزيت ومتى تغسلهش تبغي سبب لنا في تساقط الشعاء واكدا اخواتي نكون نهيت الفيديو ديال اليوم نتمنى اينا الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك